الأستاذة هبة بتقول إن في مشكلة بقالها سنتين مع زوجة الإبن وزوجة الإبن متعمدة إنها ما تخليش أولادها يشوفوا جدتهم وهي الجدة أو حمدها يعني زعلانة جداً هي طبعاً لو زوجة الإبن تعمدت هذا الفعل فهي آثمة أحياناً بتكون في ظروف تمنع زوجة الإبن فإن لم تكن هي ظروف وكانت تعمد إلى إيذائك وإلى هذه القطيعة بإنها تمنع أولادها يشوفوا جدتهم فهي آثمة وإسمها عظيم أنا في الوضع ده لابد في من الحكمة والناس العقلاء ما هو أكيد ربنا برضو برحمته بيخلي حولينا بعض من الناس أصحاب حكمة أصحاب عقل راجع أصحاب رأي سديد بتوفيق الله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً عظيمة طب أنا أعمل إيه؟ أشوف حد تكون هي بتسمع له يتكلم معاه ما كانش الدور اللي أنا شايفه أكثر من وجهة نظري المتواد أنا بدي بالأبعد شوي الأقارب الصداء الأصدقاء حد هي بتسمع له شوي ما كانش لأنه أنا مش عايزك تبقي في الصدام مع الإبن وهي لكن أنا شايفة وجهة نظري أنه الإبن هو اللي يقول لها الولاد لازم تشوفهم جدتهم خليها برحتها في بيتها ياخد الأولاد يزوروا حضرتك إن شاء الله مرة في الأسبوع ساعة ساعتين اللي تتفقوا عليه بس أنا لازم أكلم ابني أقوله يا ابني من غير صدام بس هو ده اللي أنا شايفاه حل في هذا الأمر يجيب ولاده معي شوفوك وناس أقول لهم مع الدعاء دوام الدعاء بصلاح الأحوال القلوب دي يعني بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى فندعو الله سبحانه وتعالى بصلاح الحال وإنه يهديها وإنه يصلح حالها ويبقى الأمور بالراحة وبحكمة عشان ما يبقاش الإبن فيه ضغط وما بين حضرتك وما بين هذه الزوجة اللي بتتصرف تصرفات محتاجة مراجعة